الدواء السنية اللي كتب الدكتور ده هتفضل حبايا بعد الفطار كل يوم ده حبايا كل ست الساعات ان شاء الله تسلم ايه ده السنية؟ فلوس الدكتور والدواء ايه ما السنية احنا جرهان وانت زنبك ايه يا سفاهمي؟ انا عارفة بير وغطاه ده انت بنت حلال انت يا دو بقيت من هنا وجواب بتعومي يوصل من هنا وحتعيش ازاي بقيت الشهر يا سفاهمي؟ يا ستة وليه اهمك؟ احنا واخدينها الجوع انت بس تخفي انا لا يمكن اقبل كده ابدا وانا لا يمكن هاخد منك فلوس ايه بعد ما تخفي ان شاء الله هباخده مني عن ازمك سفاهمي ربنا يخليك ليا يا بنت سيبك من فاهمي ده ما تعدش تفكري فيه ده بين وبين الفقر عمار وانت محتاجة اللي يقف جنبك ويساعدك وعشان كده انا حسى بيه بظروفة خلتمه نعيمة وهي اللقمة الوحدة بتكفي اتنين وعليه ده كله؟ هو يعني كم من بقيت اهلك؟ انا من يوم البيت ماوقع علمه يا ابوه يا وراحه ما شوفتش حنية من حد بكر منه فاكرا يوما كنت عيانة وجاب للدواء رافض ياخد ثمنه لجايد دلوقت عارف اتنين جنيه بالنسباله يعني ايه؟ يأكلوه عشرة ايام ايوه يا بنتي بس واخرتها مين عارف؟ مش يمكن بكرا ربنا يصلح حاله ويبقى مفيش زيه ابداً وساعته حينساكي اسأليني انا عنهم دول صنف نمرود لا ما تقوليش كده فاهمي ده انسان اصيل فيش حاجة في الدنيا حتغيره ابداً ساخير عام عبد ساخير عام عبد روف مقبود؟ مقبودة دي عام فاهم ساخير عام عبد يلا يلا قاعد عشوا معنا شيفيش يا عبد الحقيقة ساعة الباشة انا شبعان جداً شبعان الحقيقة يعني بس متعش وجاي عبطولة تاني انا يا فاهمي ما تعملش تاكيب ويبقى بعدين حزع منك لا انا بصراحة ده يعني ما قدرش على زع ساعتك فاهمي انا كل اللي همني رضى ساعتك ساعت الباشة تاني تاني تتعلم ما ربناك على حاجة كده كميتين معليش ساعة الباشة ظهر مليش اسمي قاعد مع ساعتك فاهمي اعني الظهر ايه يقعد بعانا يا داجة عشان مصلحة اقولي اعديكي شايفة من يوم ما اعرف فاهمي اعرف طريق النجاح فين بعد ما كان خيبان وما فيش بنا رجب في الحقيقة الولد مؤدب جدا وعارف رضى قويس مضبوط ليه ما بيندهريش بغير يا ساعات الباشة مو زي الحوش دول اللي عمين راسهم بلاسي ويقولولي يا سيد مباد ايه سيد ده طبيعي الباشة يبقى سيد ولكن مش كل سيد يبقى باشة اللي بتقدر تقولي كده كنت عاوز تقعد معاهم تحت تعمل ايه عشان تقعد تسمع الكلام الممل المكرر من ابويا انت يا ايه ملك انت مش مقال ايه ايه سرحان في ايه لا بس انت كده احركتني مع الباشة ومع وداتك يا رقوف لا احركتك ولا حاجة انا مش فاهم انتقرب عليهم ليه اللي عنده ابو وام زي دول يبوس ايده وشه ظهر بيد هيالك انت معندكش فكرة الناس دي خنائتني ازاي باهتمامها بيا انت قصلك من قرراتش مجراتش فريده قرر ليبابويا وام المودي تسباه واحد صدقني مش هطيه صدقني انت مانتش حاس بالنعمة لانت فيها ايه دي الحلقة للبالود ايه نعم يلا حبيبي سحبني في الجنائه خلينا فى المخدرات انا حسيبك دلوقتى وروح شقة الزمال كدرب لي نفسين يا باد حسيبك من الانفاس وهو دورك المتين دا الباشة موصين عليك ساعة واحدة بس ساعة مش حتاخر عليك بس إنته خليك جدعة ما تخليه مش أحس بغيابي خليك جدعة بباطن ما خليه جدعة لي مش فاهم